طيب أهم شيء بقى علشان يعني نكافح هذا الوباء أو الوبال ده أول حاجة تفكر فيها أن الألم اللي موجود عندك ده مش نتيجة الألم اللي حصل لك زمان ولا هو حيتطور لألم في المستبع اللي هو عيش ألمك دلوقتي تمام يعني ما ينفعش أن حضرتك تقولي ده أنا جالي الألم الناس اللي عملة تحفظ سنة كذا حصل لي كذا وسنة كذا حصل لي كذا وسنة كذا حصل لي كاسي دي كل مرة بمرته أنا عمل محاضرة من 5-6 سنة بكول كل مرة بمرته ممكن مرة تتوجع العلاج يجيب نتيجة المرة التانية ما يجيبش نتيجة الحقن والتردد يجي نتيجة ممكن مرة التالتة تلاقي نفسك خفيت لوحدك مرة رابعة نرجع لحقن والتردد يعني مش عشان أول مرة دايما كده ويجي ليحد يقولي بص يا دكتور محمد أنا جاي مش هاخد علاج انا عملت حقن وتردد عندك انا جيت لك من 8 سنين اديتني علاج ما جابش نتيجة عملتلي حقن وتردد بقى لي 8 سنين كويس خش على حقن والتردد على طول ايه اللي يخليك تربط ده بالنتيجة اللي حصلت هل انت النهاردة بعد 8 سنين ولا بعد حتى 8 ايام زي من 8 شهور او من 8 سنين ليه هقلك صورلك كده ليه ما سألتش هو انا دلوقتي زي طبعا انت لو قعدت مع نفسك ديها دلوقتي غير الاول ممكن دلوقتي تكون احسن من الاول من الشرط يعني ممكن دلوقتي قديك علاج يوم يجيب نتيجة طب ما هو ما جابش نتيجة من 8 سنين طب انت بتربط ليه الامور ببعضيها تمام اللي ما جابش نتيجة من 8 سنين ممكن يجيب نتيجة دلوقتي تمام طيب وممكن كمان اللي حصل من 8 سنين لكن انت خدت علاج ما جابش نتيجة ممكن دلوقتي تاخد علاج وما يجيبش نتيجة طب عملت الحقن والتردد من 8 سنين جاب نتيجة ممكن تعمله دلوقتي برضو ما يجيبش نتيجة تمام ويحصل ان احنا نعمل حاجات ازيد وازيد وازيد فانت ما تربطش الامور اللي موجود النهاردة ما هوش نتيجة للي كان موجود من زمان تمام وليس معناه انه سيؤدي الى شيء في المستقبل يعني اللي حصل النهاردة زي ما انا قلتلكم لو خدنا نفس المثال يا دكتور ما انت من 8 سنين اديتني علاج وده حصل انا بكلمكم على ناس انا بشوفهم كل يوم اديتني علاج من 8 سنين وما جابش نتيجة وعملنا حقنا التردد اعمل دلوقتي على طول الحقنا التردد حاضر تمام عملنا لا جرب العلاج انا اقول له مثلا جرب العلاج اما جرب العلاج ما جابش نتيجة مش انا قلتلك يا دكتور ما جابش نتيجة اعمل بقى حقنا التردد اعمل حقنا التردد ما يجبش نتيجة يبقى الله طب ده انا كده بتطور وانا داخل بقى في المستقبل على مصيبة على كارثة فيبتدي يبتدي يربط اللي موجود دلوقتي بالماضي وبالمستقبل أنت بتزود على نفسك المشكلة أنت كده ما مش بتعيش مع الألم الألم اللي إحنا بنعالجه بتاع العمود الفقري والركب وكده ما بيموتش فأنت إجمد كده إجمد مع نفسك وما تربطوش باللي فات ولا تربطو باللي جاي أنا دلوقتي أنا هعيش النهاردة ده اللي موجود اللي فات واللي جاي وهب هقولوا إيه العلاج بتاع النهاردة كلموني على النهاردة انت تقول لنفسك كده ممكن ابقى النهاردة احسن من اللي فات ليه لا هو معقول يا دكتور اه مادام سألته هو معقول ابقى أنا النهاردة احسن من الاول انت خلاص انت وقعت في الفخ انت ممكن النهاردة تكون اسوأ من الاول وممكن النهاردة تكون افضل من الاول واللي ربنا رايده النهاردة غير اللي كان رايده قبل كده بتقعش في الفخ اللي انت بتنصبه لنفسك طيب قل لنا بقى يا دكتور على حاجات نعملها علشان نخرج برا الفخ اللي احنا بنعمله لنفسنا فقل لنا يا دكتور اول حاجة نعمل ايه نخرج برا القصة منين اول حاجة تعملها انك انت اوعى تستسلم لكبرياءك الغبي الكبرياء غبي تاني كبرياء النفس ده حاجة موجودة عندك مش الكبرياء انك تتكبر عن الناس وتمشي كده مثلا تركب طاوس ولا تركب حاجة وتتكبر عن الناس لكن في جزء من عندك انت فيه كبرياء غبي الكبرياء ده هو اللي بيخليك لما ييجي الالم تتحول الى يعني ايه الى الى زي ما يقوله الى الى وعاء مليان معاناة ومليان الام جزء من ل thirty